السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم جميعا يارب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن خال ويسعد صباحكم أينما كنتم فيديو جديد ويوم جديد من فيديوهاتنا اليومية النهاردة إن شاء الله معي عشان فوقت تخليك أن تستخدم ماء الوعد باستمرار ولكن لو أول مرة بتزور القناة فضلا منك وليس أمرا تقوم بالضغط والاشتراك وتفعيل علامة الجرس ليصلك كل جديد لايك وشلي الفيديو إزعجني زي ما أنتوا شايفين دي ماء ورد إيفا ودي المناديل الخاصة بالبشرة أنا بفضل مش ماء الورد الملونة بشكل عام أنا بحب الماء الورد البيضة ممكن بدوية أفريكانو أي نوع أنت حابات قضية أنت تستخدمي فوائدها إيه؟ أول حاجة اللي هي بتهم الجميع إنها بتأخر علامات الشيخوخة البشرة أكتر حاجة بتستوعب التغيرات بسرعة ممكن نتيجة مثلا تعرضها لإشعة الشمس الضرة ممكن إنها تعرضت لمواد كيموائية طبعا بسبب المكأب الرخيص التمن اتعرضت إلى إجهاد نمط الحياة الغير صحي التلوس في الجو بتتلف البشرة بطريقة أو بأخرى فماء الورد فيها مضادة أكسادة بتعمل على معالجة الأضرار دي فبيتالي بتأخلج ظهور علامات الشيخوخة خاصة لو كانت ظهور علامات متقدمة كمان ماء الورد بتعمل على معالجة العدوى لأنها بتحتوي على بعض المميزات المطهرة القوية جدا اللي بتقضي على العدوى وبتعمل على معالجتها كمان بتعمل على العلاجات المتنوعة الطبيعية والطبية للبشرة بنستخدمها في المسكات ودي حاجة مهمة جدا جدا وبنقدر نستخدمها كمان في الخلطات كتير ماء الورد بتقدر إنها تعملك على تخفيف إحمرار البشرة خاصة لو أنت بتتعرضي للشمس أو أنت عندك حساسية سريعة من أقل الأمور بتلاقي إحمرار في الجلد فيها خصائص مضادة رهيبة جدا مضادة للتهابات بتتخلصك تماما من إحمرار الجلد كمان ماء الورد بتلطف البشرة وبتقضي على الأمراض الجلدية زي الأجزيمة الصدفية لأنها بتعمل على تنقية وتبريد الجلد كمان خصائص مضادة للتهاب اللي فيها بتقوم بتهدئة التهيج اللي بيحصل من طبعا من أي التهابات جلدية ممكن تحدث بشكل أو بآخر تقدر عن طريق ماء الورد تزيل أي زيود في البشرة وكمان تقدر ان انت تحميها من ظهور أي حبوب ماء الورد بترطب البشرة بتعدلها النظارة كمان ممكن تتخلص من الانتفاخات اللي هي تحت العين لو انت خدت من المنديل ده وما غمست ماء الورد وحطته تحت العين لبضع دقائك تقدر ان انت تتخلصي كمان ماء الورد مناسبة جدا جدا للناس اللي هي البشرة الحساسة اللي بتتأخر لأ ما هي مناسبة جدا للبشرة الحساسة كمان ماء الورد بتعمل على انت عاش البشرة لصاعات طويلة جدا لو انت قدرت مثلا تعبها في سبري وتبخبخ بها بشرتك على طول ماء الورد بتمنع انتفاخ تحت العين ماء الورد مضادة الالتهابات مبردة للبشرة بتديك انت عاش ماء الورد جميلة جدا جدا ليك خاصة لو انت كملت التلاتين بتحافظ على البشرة بتحركي من حب الشباب بتتعالج انت فاخمة تحت العين بتخلصك من العلامات التقدم في العمر اللي هي الشيخوخة المبكرة التجعيد محاولة الفم محاولة العين وصفات كتير جدا انا عملتها بماء الورد وما زلت مكملة معاكم بس حبيت ان انا انفرد بازاي ننتي عن طريق ماء الورد تقدر تستفادئ بحاجات كتيرة جدا جدا يا ربي لو قدرت تفيدكم النهاردة حطيني لايك وكومنت حل ودعوا لي دعوة من قلبكم متابعين الكرام دمتم في حفظ الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته